موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الله أوقاتكم بكل خير المتابعين الأفاضل هذه مجموعة من الأخبار اللغوية الموجزة تأتيكم من مجمع اللغة العربية في مكة المكرمة أهلا وسهلا بكم وضع قسم اللغة العربية بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم السعودية اللمسات النهائية للخطة التشغيلية للبرامج النوعية لقسم اللغة العربية التي تتطبق لأول مرة هذا العام رغبة في رفع الأداء التعليمي وتحسين المستوى التحصيلي للطلاب دعا وزير التربية الفرنسي لتدريس اللغة العربية في مدارس بلاده وتعليمها بدءا من المرحلة الابتدائية وشدد على ضرورة منحها مكانتها اللائقة بها وقال الوزير عبر قناة بي إف إيم الفرنسية إن اللغة العربية لغة أدبية عظيمة جدا ويجب تعلمها وأضاف لا ينبغي أن يقتصر ذلك على من هم من أصول مغاربية أو من بلدان ناطقة بالعربية أقامت الملحقية السعودية بباكستان دورة تدريبية بعنوان مهارات البحث العلمي اللغوي العربي واستقبلت الملحقية سعادة الدكتور فهد الملحم عضو مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية الذي يزور باكستان لتنفيذ برنامج تدريبي في معهد اللغة العربية في إسلام أباد خلال الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من سبتمبر الجاري ضمن التعاون المستمر بين الملحقية ومركز الملك عبد الله تطلق الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية في الثالث من أكتوبر المقبل أول لقاء من نوعه للمؤسسات الثقافية العربية المانحة للجوائز وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبد العزيز السبيل أن المنتدى يضم نخبة من المتحدثين في ندوتين الأولى تتناول الجوائز العربية الواقع والرؤى المستقبلية وأثر الجوائز العربية في الحراك الثقافي والعلمي في العالم العربي والثانية تتناول الجوائز العربية من حيث الفائزون والأثر أقام مجمع اللغة العربية بالقاهرة دورته المجمعية الخامسة والثمانين منذ إنشاء المجمع واللجان اللغوية والعلمية المتخصصة بالمجمع تبدأ مناقشة أعمالها التي أعدت عقب انتهاء الدورة الرابعة والثمانين تنظر لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب التونسي في مشروع قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها ويلزم القانون المقترح الجهات الرسمية والخاصة في البلاد التونسية باستعمال اللغة العربية في جميع أعمالها عند التوثيق والتواصل مع المؤسسات والعموم والجهات الأجنبية بمشاركة جماهيرية واسعة نظم مجمع اللغة العربية في الناصرة مؤتمره السنوية تحت عنوان المعجمية العربية واقع وآفاق مناقشا عدة قضايا أبرزها حماية اللغة العربية وصناعة المعاجم وفنون اللغة والمصطلحات العلمية وكان المجمع قد استقبل الجمهور بإهدائهم إصداريه الأخيرين العدد التاسع من مجلته المجلة ويومياتي 2018-2019 كما قام بتوزيع وثيقة البيان التأسيسي لانطلاقة مشروع عام اللغة العربية والهوية أصدر مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة فتاوى لغوية جديدة بشأن جواز لزوم الواو في أبو مطلقا واختلاف التوجيه الإعرابي لكلمة دون باختلاف السياق وحكم تعذية الفعل باع إلى مفعولين وكيفية قراءة الأعداد المركبة من المليون والألف أقام قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود ندوته الأولى لهذا الفصل في ذكرى الفقيد الأستاذ الدكتور حسين الواد وهو أكاديمي تونسي وشاعر وناقد وروائي ولد في العشرين من مارس لعام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين في مدينة المكنين التونسية وتوفي بالسعودية في الثاني من يونو لعام الف وثمانية عشر ودرس الدكتوراه في جامعة تونس وعين عميد المعهد العالي للغات بتونس وكلية الآداب بالقيروان وتولى التدريس في جامعة الملك سعود بالرياض حتى وفاته انطلقت مسابقة تحدي الإلقاء التي ينظمها مركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية وموسوعة أدب العالمية بانتقاء قصيدة فصيحة وإلقائها في مقطع مرئي لا يتجاوز دقيقتين وقد أولق باب المشاركة نهاية يوم الخميس الثالث عشر من سبتمبر عام الفين وثمانية عشر صدر حديثاً اللغة العربية في زمن العولمة التحديات والآفاق للدكتور وفيق محمود صليطين عن الهيئة العامة السورية للكتاب وفي تقديم الكتاب يرى الباحث أننا إذا ما أردنا تنمية رأس مالنا الرمزي الذي تمثله اللغة العربية وجب أن يكون لنا موقع على خرائط التغيير نعززه بالمشاركة وبالإسهام فيما يجري دفاعاً أو تعديلاً وفي آخر أخبارنا لهذه النشرة نوقشت يوم الخميس الرابع عشر من سبتمبر رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث يوسف بن محمد العتيبي بعنوان موقف السمين الحلبي من آراء الكوفيين في كتابه إضاح السبيل إلى شرح التسهيل بكلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حميد الجهني مشرفاً والأستاذ الدكتور رفيع بن غازي السلمي مناقشاً داخلياً والأستاذ الدكتور يوسف بن صامل العلياني مناقشاً خارجياً ختاماً يمكنكم متابعة المزيد من أخبار اللغة العربية وأخبار المجمع عبر مواقعه وحساباته الاجتماعية دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة